أجرى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا بسعادة الشيخ عزام مبارك الصباح سفير دولة الكويت الشقيقة لدى المملكة عميد السلك الدبلوماسي وقدمت جلالته خلال الاتصال تعازي وخالص مواساته إلى السفير أسرة آل صباح الكرام بوفاة الشيخ صباح مبارك الصباح الناصر الصباح داعيا جلالته المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وقد أعرب سعادة الشيخ عزام الصباح أن بالغ شكره وتقديره لجلالة الملك المفدى على المشاعر الطيبة التي تعكس العلاقات الأخوية الوطيدة القائمة بين البلدين الشقيقين متمنيا لجلالته دوام الصحة والسعادة